بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع Thermodynamics and Fluid Mechanics الدرس الثاني Pure Substance المحاضرة الخامسة من هذا الدرس نكمل مع نذرة Diagram اللي هو PT Diagram or Phase Diagram Phase Diagram ليس سمي Phase Diagram لأنه يشمل Three Phases اللي هما Solid, Liquid and Vapor زي ما قلنا هنا فThree Phases هذهم كل واحد يبتعد عن الثاني بخط بينهما Most Pure Substance exhibit the same behavior يعني كلهم عندهم نفس التصرفات أو تأثرات أو تأثيراتهم لما نزود Pressure أو Temperature هنا في ثلاث خطوط مهمة الخط الأول The First Line Line of Sublimation Give the Solid Vapor Equilibrium يعني ماذا؟ يعني الخط هذا يعطيني خط التوازن ما بين ماذا شباب؟ ما بين Solid و Vapor طيب خلال هذا الخط أو مجموعة نقاط هذا الخط يعني ماذا؟ يعني توازن أو تواجد Solid مع ال Vapor إما يكون Solid يعني بدرجة كثيرة و Vapor خفيفة أو مختلطين أو Vapor كثير وصلد شوية Line الثاني وهو Line of Vaporization gives the Liquid Vapor Equilibrium طيب الخط هذا زي ما نشوفه هنا هو خط تواجد السائل مع البخار أو مع الجاس بالطبع الخط هذا أيضا يعطيني ماذا شباب؟ يعطيني توازن بين السائل والبخار وتواجد الاثنين مع بعض بنسد متفاوتة الخط هذا لو تتذكروا لما درسنا Vapor Pressure Curve قلنا إنه هذا Pressure وهذا Temperature فكانت الرسمة Vapor Pressure Curve بهذه الطريقة فVapor Pressure Curve هو جزء بسيط من ماذا؟ من PT Diagram or Phase Diagram الخط الثالث Third Line في هذه الرسمة يسمى Line of Meriting or Fission Give the Solid Liquid Calibrium طيب هنا الخط هذا يعني تواجد الـ Liquid مع Solid ألاحظ أنه عندي خطين الخط الأول هو هذا والخط الثاني هو هذا طيب الخط الأول عادة يرمز إلى ماذا؟ إلى المواد التي تتقلص عند التجمد المواد التي تتقلص عند التجمد الخط الثاني هي المواد التي تتمدد عند التجمد ونجد مثل هذا هو الماء مثلاً لما يصبح ثلج أو جريد فهو يتمدد طيب ببعضنا قلنا إنه كل خط يعطي نتوازن بين Two Phases مثلاً الخط هذا خط الـ Vaporization يعطي نتوازن بين الـ Liquid والـ Vapor خط هذا خط Melting يعطي نتوازن بين الـ Solid والـ Liquid الخط هذا يعطي نماذا؟ توازن بين الـ Solid والـ Vapor أو الـ Gas فثلاثاً الخطوط هذا يلتقي في نقطة النقطة هذه تمثل توازن بين الـ Solid والـ Vapor توازن بين الـ Liquid والـ Vapor توازن بين الـ Solid والـ Liquid فهي نقطة تسمى Triple Point أو النقطة الثلاثية والنقطة هذه إيش خاصيتها؟ يصبح في توازن بين الـ Liquid, Solid, and Vapor يعني إيش توازن؟ يعني توازن الثلاثة مع بعض Together هنا نكون خلصت الـ Diagram الأخير في هذا الدرس نمر إلى تعريف جديد وهو تعريف الـ Anthropy الـ Anthropy زي ما هي معرفة هنا تساوي الـ Anternet Energy مع Pressure في الـ Volume بالطبع بما أنه Internet Energy هي Energy Pressure في الـ V أيضاً Energy ليش؟ لأنه Pressure تساوي Force على Area صح؟ فلما نساوي Pressure في الـ Volume راح تساوي Force على Area في الـ Volume راح تساوي F في الـ X F في الـ X وحدتها إيش هي Joule يعني زي الـ War تساوي Joule فإذاً PV وحدتها Joule Enter Energy وحدتها Joule فإذاً الـ Anthropy By Default وحدتها هي Joule The Specific Anthropy يعني ماذا Specific Anthropy؟ يعني راح نقسم المعادلة هذه كلها على ماذا شباب؟ على الكتلة فلو قسمت هذا على الكتلة هذا على الكتلة الـ V على الكتلة راح نتحصل هنا على Specific Volume Specific Alternate Energy وهنا أيضاً ما يسمى بـ Specific Anthropy بما أنه Joule Per Kilogram فاليونة حقته راح تكون زي ما مكتوب هنا بالطبع هنا زي ما قلنا U هي Specific Alternate Energy V هي Specific Volume هنا نكون خلصت المحاضرة هذه أتمنى أن يكون الشرح واضح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته